بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هفة علي. يلا بينا نكمل آآ كنا آآ بنكلم في آآ من هجل من يبقى خلال تعليلات. آآ وقفنا عند قيمة الدخل وقيمة الدخل الشامل. واتكلمنا على آآ بتاعت وشفنا طبعا. وبعد كده دخلنا في حزبة وقلنا انت لو ريتيلر او يعني لو انت بتعمل قايمة مالية وانت الشركة تجارية فهتلقى بسيطة ان انت تقدر تعمل لتكلفة البضاء المباعشة تقدر تكمل آآ قيمة بتاعتك قيمة الدخل. لكن لو انت آآ يعني آآ مصنع فعلشان تعمل آآ يعني تجيب تكلفة 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 البضاء المباعي لازل الاول تجيب تمام فشوفنا احنا الحزبة الطويلة دي شوية يعني آآ ان انت بتجيب يعني عندك ثلاثة او عمل مخزون بقى فانت بتجيب يعني ايه تكلفة اه او تمام طلعت هنا خمس تلاف بسبب ايه آآ زائد اللي اشتريناها خلال الفترة ناقص تلاتة وثلاثة ستة ناقص الواحد يبقى خمسة تمام طب ايه ماتيريال اهي خمسة احنا قلنا ان فيه تلات تكاليف صناعية تلاتة دول يبقى خمسة وخمسة واربعة يبقى اربعتاشة طيب اه يبقى انت عملت هذا الشغل او بتلات تكاليف صناعية دي اه غيرت في بس ممكن تكون مش كلها بقت احنا بس خلينا واحدة واحدة تقول لي يا الله دخلنا مخزن اه لانا كانوا خمسة تلاف بقى اربعة تلاف معنى كده ان انت ايه استفدت بالف يبقى اربعتاشر الف بس مخزن اول فترة كان خمسة تلاف اخر الفترة كان ايه كان اربعة يبقى انت استفدت بالف على اللي وبعطاشر الف بتاعت الايه التكاليف الصناعية التلاتة دول يبقى انت كده تكاليفك اه تكلفة البضاعة المنتجة مش البضاعة المباعة الكوكز او تكلفة البضاعة المباعة لانت هنا اصلنا لغاية تكلفة البضاعة المنتجة مش ينفع اقول تكلفة البضاعة المنتجة هي التكاليف الصناعية الثلاثة وخلاص لا. ما انا في حاجات انا كان عندي مغزون اه مغزون اه شوف استفدت بيه ازاي استفدت بيه اه مغزون اه غير تام الصن يعني ممكن مثلا زي ما قلنا كده مثال شركة ايكيا مثلا الاساس اه والله غرفة ما ما تشطبتش. ما ما يعني خلصت بالنسبة ستين في المية. اه تقطيع الاخشاب على المقاسات المطلوبة وتجميعها وبعد كده صنفرت على لما ايه? لما اتجمعت عشان تطبع مع بعضيها وتغرت بقى وتمصمرت وبعد كده كل بقى ايه يعني 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 بيبعت للايه? للادارة اللي بقى لها. دول بتوع التقطيع دول بتوع التجميع دول بتوع اللي هو بقى يعني يحط لها غيرها ومصامير ويزبطوها ويصنفروها وبتاع التانين بقى بقى ولا تنجيد الاول قبل الفينش وبعد كده اه عين كان يعني الايه? بتاع الدورة الصناعية بتاعتك. تقوليش ان تلات اه التكاليف الصناعية بتاعتك وخلاص لأ. ده انتهينا اه اه في حاجة انت استفدت بيها واقع ببالك كانوا بخمس تلاف. اخر الفترة لدينا ايه اه ناقص اربعة تلاف بس. يبقى فيه الف اضافة على تكاليف الصناعية الاخر بقت تكلفة البضاعة على المنتجة خمستاشر الف. طيب خش بقى في مخزون اول فترة كان ستلاف بقى احداشر الف. معنى كده ان انت ايه? او يعني فنشت حاجات ما كانت او عملتها بس ما تبقتش بخمس تلاف لذلك من ستاشر واصل وحداشر. اه يبقى الخمستاشر الف اللي هي التكاليف تكاليف البضاعة على المنتجة. اه زائد بقى واحد وعشرين بس انت باخر الفترة لقينا فيه الضاعة ما تبقتش. تمت الصنة متفناشة يعني ما اتنجدت وتفنشت وتكيست وكل حاجة اتغلفت يعني وجهزة للبيع. اه فتقول لي. طب هنعمل ايه بقى? قالك دي كده نتوحى. يبقى الواحد وعشرين نقص الحداشر. يبقى انت بتاعتك عشر. احنا مديمه راجعة سريعة. ليه? لان هو بيقول لك الحزبة دي ووالله مشيت اتعلمتها. اتعلم حللي المسألة دي. ايه عمل مسألة دي. مخزون اول فترة واخر فترة من والفينشد جود ازا هو بالشكل اللي قدام سيادتك دي. ودي مشترات والاة 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 ده اللي هو ايه مصفات الصناعية الاخرى. وعندنا مصفات اخرى اللي هو والادمينيستراتف. مصفات الصناعية اه عفوا الادارية والتسويقية. عايز انت ايه? قال لك وريني كده. اقول لك البيجينج دي انت بتقول لي هو خمسة وستين الف. النقزة ماشي. طيب. واشتوينا حاجات بمتين واربعين. زي ما انت قيل خلال سنة. يبقى تلتمية وخمسة وستين زيت متين واربعين تلتمية وخمسة. طيب معلاش انا فيه حاجات غريبة عشان بس الملف تتحول من ايه? من البيدي اف للورد. المهم اه الماتيريالز كام. اه خمسة وستين ومتين واربعين وتلتمية وخمسة. برقس ان الهيناف اخر الفاتحة. تلانية وخمسين يبقى متين سبع واربعين دي اللي ايه? دي الماتيريال اللي هي تكلفة الماتيريال كام متين سبع واربعين. بس مش هيدي بس التكريف الصناعية الوحيدة. عندنا يبقى حط المتين سبع واربعين زائد التلتمية الف. وعندنا ايجار المصنع ومستخدمات في المصنع ثمانين وايه? خمسة وعشرين يعني مية وخمسة. على التلتمية والمتين سبعين وكلهم ستمية وخمسين دي ايه? مصرفات الصناعية. بس متقولش دي دي تكلفة البضاعة المنتجة او المصنعة? لأ. انت لازم تشوف بقى مخزون. اه. يبقى هيا ستمية وخمسين الف. بس مية. اخر الفترة لدينا مية وعشرين. يعني كده ان انت انت عشرين الف اه وتسعبوا في المغزن. ما تبعوش. او يعني ما تحاولوش لفنش لجلز عشان يتبعه. اه يبقى دولة اترحوا. ستمية وخمسين زائد. يبقى عندنا سبعة مية وخمسين ناصر مية وعشرين يبقى ستمية اتنين وتلاتين هم هو دي اللي ايه? يبقى هي التلتة التكاليف الصناعية زائد اللي ايه لازم بكون محدسها بمغزون او طيب جبت سهل قوي تجيب ليه? هيحدسها بالمغزون التالت. اه. طيب جاية لي اهامل حسبة لفوق ستمية وتلاتين. زي قدر بجاني تلاتين يبقى ستمية اتنين وستين. بس اخر فترة لقيت ماتبعش في المغزون ستة وعشرين. يبقى الكورس تكلفة بضع مباعة ستمية ستة وتلاتين. خط بالك دي تكاليف. لكن ممكن تكونت باعد بمبلغ تاني خالص. اه. لازم بقى على وقابل الاعادات بالمصرفات. كل دي اعتبر مراجع على اللي فات. تعالي نبدأ بقى ونخلي الراجل الناتف داي الله. مش عايفة انا بقى معالي سبيكرز اللي هو سبيكر واحد. طيب معالينا. اه. تعالي اه. 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 انا بقى الاضر اكسنينسيز. جنرال and administrative expenses are incurred for the benefit of the enterprise as a whole and are not related wholly to a specific function. example selling or manufacturing. حلوة. دلوقتي بيقولك general and administrative من اسمها general. ما هيش خسر الانتاج. عشان كنت احملها على التكلفة الانتاجية مثلا. وما هيش خاصة بحقفة يعني مصرفات ادارية وعمومية. هو بيقولك هو يعني بحصلت هذه المصرفات لنفع كل الشركة كلها. مش مش متابطة بحد. زي. لأ. كل ادارة من دول. ليها اه قصتها طيب يبقى هنعمل ايه في. زي المنتاج بس ما هيش زي يعني تكلفة約 Lyft وتكون دي بتبقى في الاول علشان تقولي دة دي الحاجة اللي ليتيت بالصناعة دي الحاجة الاساسية اه يعني اه 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 قد ان بقى عاس Y alle prepare forever i did ex life than moves David ربحي كيام كزا. اخسم بقى المنصفات الاخرى بقى. المنصفات الاخرى. اه دي اسمها اه قيمة دخل يعني متعددة المراحل. اعرف نتيجة الاعمال كم من النشاط. المنصفات الاخرى اللي هي بالنشاط بس مش ده النشاط الرئيسي يعني مش مش البيع والشاء او نشاط مرايسي. اخبالك فمعنى كده ايه? اه ان يعني متقسمة كزا ما حلقة لكن في قائمة بتتأمل نقص كل المصفات. ودي تقول لي معلش يعني بتاعت البقلين. يعني هطلع لي مرضى بس مش هتوريني بقى زي ما احنا عايزين. اه ونشوف نسبة ونشوف مراحل وفي كل مرحلة هنشوف نسب. وقالت لي عن السنة اللي فاتت. ويه اللي حاصل. والمصفات زادت لي. والارضات قالت لي. شوف ازاي. طب يالله نكمل. اه دي بقى ايه مكونات الجنرال and administrative expenses. مصرفات محاسبة. ليجال. مصرفات قانونية. عقود وورق وبتاع. and fees بتاعت الprofessional services. تمام؟ salaries, insurance, wages of office staff, miscellaneous supplies, and office occupancy costs. كل الحاجات دي تعتبر ايه general and administrative. اما الاس selling expenses. selling expenses are those incurred in selling or marketing. examples include sales representative salaries, commissions, and traveling expenses. sales department salaries and expenses include being rent, advertising, and credit and collection costs. اه هنا بيقول لك اهو selling and selling expenses. المصرفات اللي هي البيعية دي بتشمل المصرفات بتاعت البيع وبتاعت التسويق. خبالك. والماركتنج. زي يلاقي مؤتبات المرمى السيل البيع. المصرفات الصفر. اه لازم تسافر مسلا تعمل حاجة تعمل حملة يعقائية. لا تعمل مش عايف ايه. السيلزة دي باطمين. الحاجات دي كلها مصرفات العلانات. الاجار. السيلزة دي كلها مصرفات تسويقية. دازم نحطها مع بعض زي نقولنا كده. طيب. shipping costs are also often classified as selling expenses. interest expense is recognized based on the passage of time. in the case of bonds, notes, and finance leases, the effective interest method is used. اه بس انا بيقول لك يعني معلومة كده ان انت ممكن تعرض على المشتريين بتوعك ان انت تحط دي يعني من ضمن الحملة الدعائية بتاعتك يعني او الحملة الاعلانية بتاعتك ان انت والله انا هوفر لكم التوصيل لغاية عندكم ومش عارف ايه فمعنى كده ان هي ممكن تكون ايه يعني اه برضو من اه عفوا. وكمان بيقول لك. مصفات الفوائد بتزيد بمرور الوقت كل ما بتعدي عليك شهر الفايدة بتعزي العداد. اه لو انت عندك او عليك بونس. اه اصدرت بونس فعليك فوائد هتتعزي حسب عليك كل دي دي يوم. عليها فوائد. دي يعني انا عرفها خصوصا لما نلاقي مسك نخش في او اللي هي اه يعني مش 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 اللي في السوق لا يعني دايما بيتحسب على يعني يعني جزء المتبقي وبتحسب وتدفع بتدفع دفعة ومن دفعة من القرد ودفعة من الفوائد. طيب. ليها قصة يعني هنشوفها ان شاء الله وليها جدول الاستهلاك القرد والكلام ده كل. سهلة جدا ان شاء الله ما نجيلها مسلا في حاجة زي ليس. طيب or income statement شكل income statement ازاي. اررررررررر رائعة باشا income statement format. the single step income statement provides one grouping for revenue items and one for expense items. the single step is the one subtraction necessary to arrive at net income. قادي اللي احنا قولنا wissen يعني يعني single step يعني الخطوة واحدة بيقول لك وله بعميник كل ناقص كل بطرح لك يا طرحة واحدة هي عملية حسارية واحدة عشان اوصل لك للنت انج طب دي كويسة والله ماشي في شركات زوائرات تعمل ها وانت بتقول لي لا دي عمدي بتاعت البقالين يعني احنا الحمد الله ناس محاسبين طب ليه انت بتقول لك في البقالين لا احترمنا في البقالين وكل حاجة بس عايز اقول لك ايه ان المهمة هي المنطقة الاستيبل او المنطقة الاستيجز لقى بقى لان انت بتجيب لي ما يخص النشاط التي تعملوا كذا طيب السيلنج اند ادمنستراتيف اا يعني صرفنا كذا هل هي اكتر من السنة الفاتة اه طب ما تبص المبيعات كده طب المبيعات زادت اه موفق طب وما قال له لما نصرف ماشي طب هو كده المصفات الايدويات زادت على راحش تزيد على السنة الفاتة اه تقدر بص في الملتبل استيجز دي تحلل وتقيم وتفكر في حاجات كتير مش ههم رميلك كده شويز افينيوز نايز اكسبنسز و ايه وكل عند العرب صب لا ده احط لك مراحل عشان تقدر تقيم وتفهم طب يلا نكمل اه شوف بقى ازاي انا حطت لك الابراتينج مفصول في سيكشن مفصول سيكشن 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 فروم زي نان ابراتينج حاجات اللي مالهاش علاقة بالتشغيلية ليه عشان تقدر تقارن وتقدر تفهم هو احنا خاصانين نيه السنة دي او الارباح قلت ليه بسبب مصفات التشغيلية ولا غير تشغيلية طب ما لو لو المصفات التشغيلية بكويس لان احنا كل ما بننتج بنصف مصفات لكن لو غير تشغيلية لأ لازم نقللها اه شوف ازاي تقدر تحلل وتقدر تفهم وتقدر تقع في العلاقات وتقدر تطلع الجرس بروفت والابراتينج انكم والنت انكم مش هو رقم واحد كده دي لك وخلاص اه طب يلا نكمل the most common way to present the income statement is the condensed format of the multiple step income statement which includes only the section totals او زي ما بقول لنا كده ان عندنا الملتبل ستيب دي دي يعني اللي موجودة في اغلب الشركات يعني زي ما بقولنا كده مش عشان التحليل مالي فقط لا عشان قار القائمة يبقى فاهم يعني عندي خد بالك ليه بقول ما قلتش المبيعات على طوله خلاص تقول لي والله في اه يعني في مرتجعات اه احنا كنا شاريين مسلا با لا ومش بس المرتجعات اللي بتقلت اعمل ايه في دي سكاونتز حلو وممكن نكون شاريين اه 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 انواعي مختلفة من الدسكاونتز على فكرة في دي سكاونتز ما تكتبش وفي دي سكاونتز لازم تتسجل اه احنا كنا شاريين بتلاتين في دي سكاونت بخمسين وازل تلتمية خمسين وفي بخمسين يبقى ايه اتصافي نيت سيلز متين حلو او ناقص وشوفنا الخناعة بتاعتها الحزبة بتاعتها لو انت اه يبقى شوف بقى الحلوة ايه علشان انا ميديك مراحل تقدر تقول لي اه مجمل الربح اللي جاي من الشغل الاساسي بتاعنا خمسين الف حلو يعني كان مفوت زود شوية بس ماشي كويسة موفق يعني السنة الفاتت كان تلاتين ولا خمسة وتلاتين حلو ان السنة دي خمسين شوف ازاي تقدر تقارن بقى لانا اديك سنوات مقارنة مش هديك مسلا اه سنة اربعة وعشرين وخمسة وعشرين بس وخلا لان اديك السنوات اللي فاتت كمان عندنا بستة الاف اه مفروض الحاجات ده تتطرح بس بعده لما اديها لك اه تقدر تقول لي والله احنا صرفنا على الاعلان كزا وفعلا ليه يعني صرف المبيعات زادت اه طب زادت ليه قلدي خمسين ومساة لحداشرة بقى تسعة وتلاتين ده اه عندنا بقى حاجات تانية بقى ايه مش ما لايش علاقة لابل ايه بالنشاط الرئيسي اللي هو ايه ولا لها علاقة بالتجريل خالص اه عندنا هتتجمع على التسعة وتلاتين واللوسز هتتطرح اه يبقى كام يبقى اربعين طيب الاربعين دي هم عندهم تقريبا لضرائب اربعين في المية ودي نسبة الحمد لله اكبر من اه خصم لو فيه طبعا فوائد هنا تتخصم اه قبل الضرائب بس توم خصمت الضرائب خلاص يبقى ده صاف الربح القابل للتوزيع اه صاف الربح كان يعمل نت اربعة وشرين طبعا كلمة قابل للتوزيع مش معنى كده لازم يوزعوا ده حسب بقى يعني سياسة الشرك طيب اه يعني احنا كده اعتبقى عشان ما نطولش قوي نخش في فيديو تاني شو كان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته